الرئيس عبد فتاح السيسي كمان النهاردة كان استهل نشاطاته بافتتاح معرض في منتهى الأهمية معرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة أنا كلمت حضراتكم عن الموضوع ده منذ فترة طويلة واتكلمنا عنه بتتابعه وحتى اتكلمنا مع الوزيرة نيفين جامع ووزيرة التجارة والصناعة يمكن من أسبوع على فكرة إحلال المركبات والبرنامج اللي الدولة عملها والحكومة عملها عشان الإحلال سواء البرنامج الإجرائي أو البرنامج التمويلي وقالت لنا الوزيرة كلام مهم ده كان في مرحلة التحضير أعتقد أنه النهاردة الكلام قد يكون مختلف لأننا دخلنا مرحلة الجد كانت الوزيرة في الأقام الأخيرة من شهر ديسمبر بتقول أن بدايات العام هنبدأ التطبيق الفعلي وأعتقد أن حضور الرئيس بشخصه اليوم على رأس مفتتحي هذا المعرض بالإضافة إلى كل الشخصيات العامة وكل الأجنحة اللي احنا شفناها النهاردة في المعرض وكل التقنيات التكنولوجية المهمة التي تساعد على إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة يعني إحلال المركبات وتحولها كمان إلى العمل بالغاز أعتقد أن احنا في مرحلة الجد وبدأت ساعات العمل الحقيقية بشكل تنظيمي وتمويلي واقتصادي وصناعي على المصار الصحيح نحن الوزيرة دكتورة نيفين جامع ووزيرة التجارة والصناعة معنا على الهاتف مساء الخير يا دكتورة كل سنة وحريك طيبة وسنة سعيدة عليك وعلى الأسرة الكريمة مساء الخير يا فندم وكل سنة وحريك طيب وأستاذ المشاهدين حريكوا اتبعان يا فندم من حوالي أسبوع وكنا بنتكلم عن التحضيرات والتجهيزات والتعليمات اللي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد أن احنا خلاص النهاردة بدأنا المشوار وحضور السيد الرئيس وافتتاحه وتوجهاته النهاردة في المعرض أعتقد أنها ادتنا دفعة قوية للبداية الحقيقية لهذا المشروع بس المعرض ده طبعا المعرض الأول ومعرض الأول مش مجرد إحلال مركبات بس ولكن إحلال مركبات للعمل بالطاقة النظيفة أو بالطاقة الخضراء اللي هي المقصود بيها غاز وكهرباء وإحنا بنستهدف المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي الغاز احنا النهاردة كانت قبل ما السيادة تفقد الأجنحة طبعا احنا شرفنا بحضوره افتتاح المعرض ده لأن حضوره للمعرض هو رسالة عن مدى اهتمام الدولة بهذا المحور اللي هو محور إحلال السيارات وفاصلات السيارات المتقدمة وأن احنا حريصين على أن كل المركبات تشتغل بالطاقة النظيفة كان فيه عرض من عدة وزارات شريكة معانا في هذا البنامج وكمان معانا الهيئة العربية للتصمية كان معانا البنك المركزي كان معانا وزارة البترول وزارة البيئة النقل المالية وزارة الداخلية التنمية المحلية لأن منظومة الإحلال منظومة متكاملة مش مجرد أن أنا بأتيح سيارات بتعمل بالغاز منتج محلي بسعر مناسب لا أنا محتاجة أن أنا أوفر برامج تمولية بشروط ميسرة وده اللي تم اعتحته من البنك المركزي سياسة المحافظ المبادرة معمامها على جميع بنوك القطاع المصرفي النهاردة كان معانا في المعرض تسع بنوك هم موجودين في المعرض ولكن اللي هيشتغل فيه هذه البنوك كل البنوك لكن كان معانا النهاردة تسع بنوك منهم معانا طبعا وزارة الداخلية لأن احنا حنبقى محتاجين يعني إجراءات كثيرة علشان نتخلص من العربات المتقدمة وترخيص العربيات الجديدة وسهولة في الإجراءات وكلها فيها رقمنا ومايكنا معانا التنمية المحلية علشان فيما يخص ساحات التخريض اللي حيتم اعتحتها علشان نتخلص من السيارات القديمة وفقا للاشتراسات البيئية اللي حتدخلنا معالي وزارة البيئة معانا وزير المالية طبعا عشان تقديم الدعم والحافظ الأخضر السيارة الرئيس توجه به لكل صاحب سيارة عايزة تخلص من السيارة القديمة ويحصل على سيارة جديدة فاحنا منظومة حضرتك منظومة متكملة النهاردة عرضت كل وزير عرض الدور اللي بيقوم به في هذا البرنامج بالإضافة لتفقده سيارة والأكتر من شركة من اللي هي بتنتج السيارات التصنيع محلي سواء بقى سيارات أجرة أو سيارات ميكروباس كمان كان عارض معانا شركات بتعرض الأوتوبيسات النقل العام اللي هي تشتغل بالغاز وتشتغل بالكهرباء كان معروض معانا النهاردة أول تريلة بدل السولار بتشتغل بالغاز الطبيعي وجي أول مرة تكون موجودة في المعارض النهاردة كنا حرسين أن المعرض يضم جميع النماذج اللي تشتغل بالطاقة النظيفة فأظن أن بدايته النهاردة كانت الحمد لله بدأة مؤفقة ولما ابتدنا في تقبال المواطنين الحمد لله النهاردة أول يوم ولكن قبال الحمد لله يعني القبال كان عالي جدا على الرغم أن أنا كنت كل شوية أنبه وأحذر من التباعد على الشأن الإجراءات طبعا لازم ناخدها عشان موضوع كورونا طبعا لكن إحنا المعرض معمولة على مساحة يعني مساحة مش قليلة وإحنا الأجنحة في نوع من التباعد الشديد ما بين كل الأجنحة وبعضها ممتاز الخطوة اللي جاية يعني أنا كمواطن دلوقتي ومتحمس ومتدوا فعلا الخطوة يا فاندم إحنا النهاردة تلقينا طلبات بالفعل المفروض أن إحنا خلال فترة المعرض المواطن بيجي يطلع على الشروط والمستندات المطلوبة يبتدي يشوف أنواع العربيات علشان يختار العربية المناسبة لي لكن إحنا النهاردة لقينا عندنا عدد يعني عدد لا بقت بي بيبدأ يقدم فعلا طلبات بحيث أن هما حينمشي حضرتك يعني مطارين متوازين الأول بيقدم حضرتك بيجي بياناته بيانات العربية اللي عنده اللي هو بيرغب في تخرجها وفي نفس الوقت بيختار العربية اللي بيبعايز يحصل عليها بياخد موافقة من حيث المبدأ من أحد البنوك المتعاملة وفقا لشروط المستعدات المطلوبة منه وعلى الجانب الآخر بنبتدي على طول فيه تكليم السيارة وإجراءات تخرجها ده مع التنمية المحلية ومع الداخلية فهي يعني العملية هتكون حررتك ماشية بالتوازي ممتاز وطبعا وزارة البترول كمان والطاقة علشان فكرة توفير بقى وزارة البترول دورها أهم جدا لأن احنا غير البنية الأساسية اللي وزارة البترول عاملها احنا ما قدرش نطق هذا البرنامج لأن انا مش هاطلق عربيات للعمل بالغاز وانا ما عنديش محطات الغاز الكافية لتغطية عمل خط التوسط طموحة جدا مع الوزارة البترول على مستوى الجمهورية يعني ان شاء الله يعني بإذن الله النهاردة يعني زي تقول حاجة جميلة كده وحتى إقبال المواطنين ادينا يعني ان احنا بنعمل حاجة كيسة للناس وللمواطن لأن دايما سيد الرئيس يعني الغرض أساسه من غير النكتازات التشغيل وغير ان انا بقلل بشتغل في بيئة نظيفة وغير ان انا بغفر خمسين في المية من الطاقة اللي بتروح للبنزين والسولار للغاز الطبيعي ولكن فيه هدف أساسي مهم جدا وسيدت دام ان ينوح عنه وهو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن صحيح نفسه سواء حريفة بيتملق عربية ملايكي يعني عربيته هو أسرته أو حتى أجرى من حق ان هو يركب عربية تكون مجهزة بشكل كويس ما يكونش فيها أعطال يعني تكون ان هي بنوزة جزيزة أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل الدعوات بالتوفيق للجهد المحترم اللي حريك بتبدليه مع زملائك في الوزارة في تطبيق هذا البرنامج اللي أنا متأكد انه هيعود بالنفع على مصر كلها وعلى مستويات كافة يعني سواء في الصناعة أو في التجارة أو في البيئة أو في الطاقة أو في المجالات الأخرى شكرا جزيلا وزير النفين جامع وزير التجارة والصناعة